لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ايضا تحدثت الافتحية عن رص الجبهة الداخلي كيف ستكون سيكون رص الجبهة الداخلي هذا عنوان فضفار رص الجبهة الداخلي يدعو الجزائريين الى انه في هنا ظروف ومعوقات وتحديات ورهنات ويدعو الى رص الجبهة الداخلي كيف سيكون رص هذه الجبهة الداخلي هل رص الجبهة الداخلية معناها الجيش الشعب خلاص يسلم الامر الى العسكريين او المسئول القيادة المدنية او شيء من هذا القبيل ويعتزل السياسة ويتفرغ الى مواجهة التحديات هل يعني انه هناك من وضع خلفات وزرع شقاقات بين الشعب ومؤسساته وسلطته ام ان الجبهة الداخلية كاملة بجيشها بشعبها بقيادتها بحكومتها برئاستها بكل شيء عليها رص الجبهة الداخلية ان يكونوا انسان واحد هذا طبعا كلمة رص الجبهة الداخلية دائما يستعمل من طرف الحكومات والانظمة وكل شيء ولكن على مستوى القول سهل المطالبة برص الجبهة الداخلية لكن على المستوى الفعل يجب ان تكون هناك استراتيجية واهم استراتيجية يجب ان يعتمد عليها هي العمل على استعادة ثقة المواطن في مؤسسة دولته اذا عاد المواطن وثقة في مؤسسة دولته هنا تبدأ اللبنة الصلبة في بناء هيكل كبير يحمي الجزائر ويكون في داخل هذا الهيكل شعب وسلطة وعسكر كلهم على قلب رجل واحد اما اذا كان انعدمت ثقة بين مؤسسات الدولة والشعب فاعتقد بانه من الصعب رص الجبهة الداخلية قد تكون جبهة داخلية شعب مع شعب عب بمختلف تنوعاته العرقية اللسانية الثقافية ممكن جدا وهذا ايضا حدث في هذا الشرخ الكبير بسبب الكراهية التي يجري بثها ونشرها ما بين الجزائريين فنجد صفحات تظل للجزائريين باسم الدين واخرى صفحات اخرى علمنجية تتهجم على مقدسات الجزائريين عندما يأتي واحد ويطعم في الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم في زوجاته يطعم في صحابته يطعم في قيم الاسلام ويمر عبر قنوات وكذا وكذا هذا مستحيل يرص الجبهة الداخلية وعندما تظهر الدولة انها انحازت الى جهة معينة او منطقة معينة على حساب منطقة اخرى هذا لن يرص ابدا الجبهة الداخلية بل سيزيد في شقاقها واعتقد ان الدستور ساهم ساهم في ضرب هذه الجبهة الداخلية وزعزعتها وتفريق الجزائريين رغم انه وثيقة من المفروض هي التي تجمع عندما يختلف الجزائريون يجتمعون على دستورهم ولكن العكس تماما ان هذا الدستور عندما يعود له الجزائريون سيختلفون ويتفرقون بسبب بعض النعارات الاديولوجية واللسانية وما الى ذلك وهذا ما تحدثنا عنه كثيرا جدا افتتحية مجلة الجيش تحدثت عن المخططات العدائية المفتوحة هذه اللغة موجودة دائما دائما العسكر يتحدث بلغة الحرب بلغة المخططات العدائية انه هناك مخططات الجيش حتى لما يكون العسكر في تدريباتهم دائما يفترضون مخططات عدائية ولكن ان هذا الامر يسيطر على وجدان ومخيال كاتب افتتاحية ويطلقها ويقراها الناس ويتتحدث عنها التلفزيونات ومواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي اعتقد ان الجزائري هنا يعيش في رعب ما هي هذه المخططات العدائية؟ هناك من يخطط يجب ان نسلم من حيث المنطلق اننا نعيش في عالم فيه دول والدول تخطط من اجل مصالحها وتتضارى بالمصالح هذا مسلم به لكن ان نحوله الى كابوس هذا سيؤثر على معنويات الناس فلا يعقل ابدا ان يعيش المواطن على هاجس مخططات عدائية حتى تنوع في الاراء صار عند بعض الاطراف بمجرد ما تختلف معه في وجهة نظر او في تقديرك للاشياء او انك تأتي وتطرح اشياء يطرح الشارع الجزائري عبر شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة تظهر كأنك داعية فتن هذا سيرسخ الكراهية سيضرب الجبهة الداخلية تنوع الافكار والنقد والنقد المضاد يجب ان يخرج من اطار دائرة المؤامرة الى دائرة التنوع حيث انني اذا انتقل يجب ان تنظر الي ان انتقادي يأتي من باب حرص على هذه الدولة وعلى هذا الوطن وانت ايضا عندما ترفض هذا الانتقاد باسلولك حضاري وباسلوب متطور ومتحضر واخلاقي يجب ايضا ان انظر اليك بانك ايضا حريص على هذا الوطن عندما لا نخون بعضنا وعندما لا ننزع الوطنية عن بعضنا وعندما لا نظلل بعضنا الغريب هذه الكارثة التي صارت تجدح مواقع التواصل الاجتماعي انها فيه صفحات فتحت من اطراف مجهولة لا تظهر ولا تدريء ولكن توجهاتها الفكرية واضحة انه مجرد ان يأتي واحد وينتقد بعض الممارسات انت من الخوارج يذكرنا بتلك المواضيع التي كانت تنشرها مجلة الجريدة المنقذ في بداية التسعينات وهي جريدة تابعة لجبهة الانقاذ عندما كانت تظل للجزائريين وعندما كانت تصف كل من يوالي الحكومة انه مرتد وانه يوالي الطغاة الان جئنا الى مرحلة اخرى ان كل من ينتقد الحكومة فهو خارجي ظال مبتدع امر اخر ان هناك ايضا خطاب مضاد لهؤلاء وهذه الخطابات اعتقد بانها ترسد عائم الكراهية والبغضاء ولا يمكن ابدا ان تضع لبنات حقيقية في اطار وحدة جزائرية تنوع الاراء ليس هداما الا اذا كان هناك سنوك هدام من طرف اصحاب الاراء المختلفة اما ان تبقى اراء للتنوع وتأخذ بعين الاعتبار عندما اتي انا احيانا انتقد هذا احيانا انتقد ذاك انا في مرحلة معينة انتقدت هذه الوجوه التي تدعي المعارضة وفي مرحلة الدستور انتقدت هذه الممارسات التي اعادت للمخيال الجزائري الممارسات البوتوفيقية هذه جدا لا تخوني ولا تتحامل حتى صارت معركة بين الجزائريين معركة موجود تجد شخص يعيش في الخارج بينه من يعيش على مساعدات الاجتماعية لا يملك قوة ويجب ان اؤكد هنا على امر هام انه يوجد الكثير ممن اعرفهم ويتواجدون في بعض الدول سكن يعانوا وين راح يسكنوا وفي شبكات تواصل اجتماعي وغيروا حتى في بعض الصحوف والتينفيزيونات يصوروهم على اساس انهم عبارة عن رؤوس حربة في مشروع معادي لوجود الدولة الجزائرية وهددها الدولة الجزائرية التي تحدث الحلف الاطلسي مع ابائنا واجدادنا صار يهددها واحد يفتح صفحة في الفيسبوك ويعبر على مشاعره بالطريقة التي يراها مناسبة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله